تبدأ يوم غدا الثلاثاء لجلسات الحوار الوطني في مصر وقال المنصق العام للحوار الوطني قلنا الدعوة وجهت إلى مجلس أمناء الحوار لعقد أولى الجلسات التي ستمثل البداية الرسمية لفعاليات الحوار الوطني من القاهرة ينضم إلينا مراسلنا سمير عمر سمير أهلا بك معنا في ردار الأخبار وضعنا سمير في صورة الاستعدادات سياسيا في القاهرة لبدء فعاليات الحوار الوطني يعني دعينا نشير في البداية إلى أن ما سيحدث غدا هو أول اجتماع لمجلس أمناء الحوار الوطني السياسي المصري غدا لن يكون هناك حوار للمشاركين المدعوين من ممثل الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمفكرين والمثقفين وممثل النقابات غدا فقط مجلس أمناء الحوار سيجتمعون في الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ثم بعد ذلك يخرج الأمير العام ضياء رشوان ليعلن ما تم التوافق بشأنه ما الذي سيتم منقشته في هذه الجلسة هو أليات ومحددات عمل مجلس الأمناء ووضع جدول المهام وجدول الأعمال بعد أن تلقت الأكاديمية للتدريب ملاحظات وأطر ومحددات وأفكار ورؤى الأحزاب والقوى السياسية التي وجهت إليها الدعوة للمشاركة في الحوار متى بدأت الدعوة لهذا الحوار؟ بدأت عندما أطلق الرئيس السيسي عفتاح السيسي دعوته في إفطار الأسرة المصرية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان الماضي عندما أسند إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب مهمة دعوة السياسيين وموثل القوى السياسية والقوى المؤسسة المجلس الأمن المصري لحوار وطنيين يناقشوا مجمل التحديات التي تواجه مصر في هذه المرحلة على المستوى السياسي الاجتماعي الثقافي الاقتصادي بالتحديد من هم المدعون؟ المدعون هم من وجهت إليهم الأكاديمية الوطنية للتدريب الدعوة من ممثل الأحزاب والنقابات والقوى السياسية وبعض من كانوا يصفون بمعارض الحكومة المصرية في الخارج ما هي الأفكار التي توافق الجميع بشأنها؟ هناك رغم اختلاف الرؤى وتباين الأراء هناك اتفاق واحد ووحيد بين كل المشاركين والمدعون للحوار هو رفض أن يكون من تلوثت يديهم بدماء المصريين من التنظيمات الإرهابية أن يكون له حضور في هذا الحوار ومن ثم هذا محل اتفاق بين الجميع من القاهرة مراسلنا سامير عمر شكرا جزيلا لك سامير على كل هذه المعلومات